تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسه مجلس الوزراء حفظه لا برقية ثانية بمناسبة تولي سموه رئاسة مجلس الوزراء من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أنها بالأول لرئيس المجلس لعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرية عبر فيها عن خالص التهاني والتبريكات بهذه الثقة الملكية السامية ونوها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن نيل سموه لثقة الملكية تأتي تقديرا للجهود المتميزة التي يبدلها سموه للدفع بعجلة النمو والتطوير نحو الارتقاء بالوطن وتوفير الحياة الكريمة التي ينشدها المواطن البحريني على هذه الأرض الطيبة سائلا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويرعاه ويسدد على دروب الخير خطاه